المنضوع وقف لغاية كده موقفش لغاية كده في منتصف النهاردة بيصدر كلاتنبرج بيان قال فيه انه او مش مش كلاتنبرج اللي اصدر البيان بعتذر ده اتحاد الكورة اللي اصدر بيان قال فيه ايه قال ان هو بيؤكد على دعمه الكامل لمارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام وان هو بيرغب اتحاد الكورة بيرغب ان كلاتنبرج يكمل معاه وقال حاجة كده غريبة شوية قال ايه قال ان هو مش عارف يوصل لكلاتنبرج بيتصل بيه وكلاتنبرج قافل الموبايل بتاعه اتحاد الكورة مش عارف يوصل لكلاتنبرج تمام تمام بعد البيان اللي صدر من اتحاد الكورة قال بساعات يعني على اخر النهاردة اتفاجئنا كلنا باستقالة البريطاني كلاتنبرج من قيادة لجنة الحكام المصرية خلونا نروح نشوف بقى الكواليس بتاعة استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام المصرية خلونا نشوف الحكاية طيب رقم واحد كده في اغسطس 2022 بيعلن اتحاد الكورة ان هو بيتعاقد مع الانجليزي كلاتنبرج ليه عشان يطور التحكيم في مصر ده بعد استقالة كابت النصام عبدالفتاح من رئاسة لجنة الحكام طيب تم اتفاق مع مارك كلاتنبرج على الراتب الشاري الشاري بتاعه انه يكون 35 الف دولار شهريا خلونا نكلم في مضوع دولار ده بعد كده 35 الف دولار شهريا وبيحصل على 70 الف دولار راتب شهريا كمقدم تعاقد بيتم خصم المبلغ على دفعات طول او طوال مدة التعاقد التي كانت موسم واحد ده رقم واحد رقم اتنين وده من وجهة نظر الاتحاد بيقول ان هو بصمات كلاتنبرج لم تظهر بوضوح على حكام المصرين ليه علشان اتحاد الكورة بيقول ان كلاتنبرج او لجنة الحكام بتقول ان كلاتنبرج كان اجازاته كتيرة سفرياته كتيرة وانه بيكتفي بتحليل الحالات التحكمية المصيرة للجدل اسبوعيا كان من ابرز تعليماته للحكام انه يقلل احتساب الاخطاء في حالة الاتحام بين اللعيبة والعمل على استمرار الليع بدون تعطيل التعطيل بالصفرة زي ما كنا بنتابع التداخلات بتاعة مارك كلاتنبرج لما بيكون مثلا فيه مشكلة فيه حاجة حالة تحكمية هو كان بيعلق على الحالة دي انا وبيقول صح خطأ ولو خطأ المفروض يحصل ايه في تسجيل صوتي طبعا طيب ده احنا قلنا ده رقم اتنين رقم ثلاثة بقى ثلاثنبرج خلال فترة التواجد صحته كان بيعمل على حاجة ان هو من ضمن الحاجات يعني اللي هو اشتغل عليها ان هو يقلل مدة التواصل ما بين الحكم بتاع الساحة والحكم بتاع الفيديو ده علشان هو مش عايز يعطل اللعب كتير قبل ما يحتسب طبعا القرارات التحكمية هو لم يستكمل طبعا المهمة بتاعته بسبب كسرة الازمات في الفترة الاخيرة وحنتكلم في المنضوع ده شوائي رقم اربعة خلال الفترة بتاعت تواجد كلاثنبرج في اتحاد الكورة كلاثنبرج عامل ايه بقى عايز يتخلص من الرجالة بتوع كابتن عصام عبدالفتاح في لجنة التحكيم بيجبرهم على انهم يقدموا الاستقالات بتاعتهم واكد او بيحاول انه يوصل لمجلس الجبلين هو مش محتاج الرجالة دول على رأسهم مين بقى؟ على رأسهم سيد مراد اللي هو كان مسؤول اصلا عن تقنية الفار تمام كده؟ تمام طيب المنضوع خلص؟ لا لسه مخلصش كلاثنبرج بيرفض ترشحات مجلس اتحاد الكورة علشان يشكل لجنة الحكام الجديدة كلاثنبرج طلب مهلة علشان يقيم يشوف يدرس ايه الاسماء اللي ممكن يرشحها في اللجنة قبل ما يشكل لجنة دي تمام؟ طيب اكتفى مين؟ اكتفى بأحمد أبو العلا في منصب مدير اللجنة بس بعد شكاوي الاندية من التعينات بتاعت الحكام بجانب تكرار وقعة غريبة شوية وهي ان بينسى كلاثنبرج او لجنة الحكام برئاسة طبعا كلاثنبرج بتنسى ان هي تعين حكام في دور القسم الثالث والناشئين يعني الفريقين بيروحوا ارض الملعب وبيفاجروا انه مفيش حكام فين الحكام؟ معلش لجنة الحكام نسي تعين وعن فكرة ده حصل يعني ده مش اضحوكة يعني لا ده فعلا حصل يعني اللعيبة جت في دور الدرجة القسم الثالث والناشئين اللعيبة نزلت قدر الارض الملعب ومفيش حكام اتصروا حكام قبليها مثلا بساعة ولا حاجة عشان يجيبوا يستخدموا حكام علشان يدير اللقاء على اية حال بيوفق قلاتنبرج على تشكيل اللجنة طبعا بعد ايه؟ بعد الضغوط الشديدة بس هو كان ليه شرط ان هو ان يكون رئيس اللجنة وهو يرفض تعيين نائب ليه ما كانش عايز نائبه طيب ده رقم اربعة خش في رقم خمسة بيقابل قرار قلاتنبرج من هو مش عايز يعين نائب ليه بجانب طبعا استمرار مشكلة التعينات اصلا وبجانب استمرار او مشكلة جديدة مشكلة الاستقالات في اللجنة الجديدة كمان وتحديدا محمد فاروق وتامر دوري بيستجيب الانجليزي مارك قلاتنبرج للضغوطات مرة اخرى بيوفق ان هو يعين محمد فاروق نائب ليه بس يشرف بنفسه على التعينات بس طبعا لم يتمكن من ذلك ابضى غضبه من الهجوم عليه بيسيب مصر ويقدم استقالته بشكل رسمه طيب ده اللي عمله قلاتنبرج فيه خلال استعراض سريع كده ودي الاخبار اللي عندنا طيب خلونا نروح بقى نشوف ايه الكواليس بتاعتنا كواليس الازمة ما بين قلاتنبرج وما بين اتحاد الكوبرا قبيل تقديمه للاستقالة طيب خلونا نروح بقى نشوف بداية الازمة بتاعت كواليس الاتحاد الكورا كانت بسبب ايه كانت بسبب عدم رخم واحد تفرغوا للجنة الحكام زي ما قلنا سفرياته الكتيرة خارج مصر كان بيعمل هو مستشار تحكيمي للربطة الاندية في اليونان حصل على اجازة لمدة شهر خلال بطولة كأس العالم 22 في قطر ووفقا للعقد مع كلاتنبرج الاجازة دي كان مفروض اجازة غير مدفوعة الاجر تاني ده كلام او الكواليس دي من وجهة نظر مين اتحاد الكورا اثناء وبعد كأس العالم حصل اكتر من وقعة كان نتيجة الوقعة دي ان غضب ما بين اعضاء المجلس من كلاتنبرج زي ما قلنا ان هو اخطاء فيه تعينات الحكام تكرار نفس الحكام لمباريات اندية معينة كمان الوقع اللي هي الغريبة ان هو كان بينسى يعين حكام لبعض المباريات فيه دور الناشئين وقسم الدرجة الثالثة والناشئين ده خلى المجلس ان هو يجتمع بكلاتنبرج كان اجتماع صراحة عاصف شوية ويطلبه ان هو يركز مع الحكام ويقلل شوية من السفريات بتاعته بس ده ما حصلش تمام تمام طيب نروح بقى شوية دي الاخطاء التحكمية هل انتهت الاخطاء التحكمية الاخطاء التحكمية استمر بعد الجلسة ما بين الاتحاد وكلاتنبرج وده اللي دعا الربطة ربطة الاندية علشان يعملوا اجتماع مشترك مع اتحاد الكورة وكلاتنبرج اجتماع بحضور ربطة اتحاد الكورة ولجنة الحكام واتحاد الكورة زي ما قلنا اجتماع ده كان عاصف لتم تعنيف الخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج على كسرة الاخطاء شكاو الاندية عدم تفرغه عدم تقديم اي جديد يذكر للحكام المصريين منذ تعيينه انا بتكلم على تطوير اداء الحكام المصريين بمعنى ان احنا من وجهة نظرهم طبعا ما شفناش اللي هو الاداء الفارق ما بين الحكم المصري ما قبل كلاتنبرج وما بعد كلاتنبرج وقبلغ دليل ان احنا ما فيش تقريبا لو انا زاكر لو انا متذكر فيش ولا حكم مصري شوفنا في كاس العالم فده بيدي انديكيتور مؤشر ان ما فيش تطوير حصل طول الفترة ديا في اداء الحكام على ايات حال الاجتماع ده كان زي ما قلنا كان غاض وكان عاصف كان فيه غضب بيقرر ان هو بعد ما تم توجيه الهجوم ليه ان هو بيسيب الاجتماع ويطلع يمشي كابتن حزم يجروا اراه يجيبوا يرجعوا تاني علشان يستكمل الجلسة تمام تمام في نهاية الكلاتنبرج بقى في نهاية جلسته مع الاتحاد والربطة بيطالب براتب شهر نوفمبر ودسمبر طبعا اتحاد الكورة بيقوله ان هو ملهوش حقية في ده بناءا طبعا على العقد والعقد الشريعة المتعقدين ليه علشان هو اصلا كده كده سافر زي ما قلنا علشان يحلل مباراة كأس العالم لاحدى القنامات اللجنبية وده يعني تسبب في غضب ليه مارك كلاتنبرج عشان عقده بينص على عدم حقية راتب نوفمبر فقط شهر واحد فقط من الشهرين تمام بيتعرض كلاتنبرج لهجوم وانتقادات لا زعم المسئولية اللندية من مسائل الاعلام فضلا عن تسريب بعض الامور الداخلية الخاصة بلجنة الحكام اللندية والاعلام رغم ان هما فيه مطالبات من اتحاد الكرة بحمايته وانه هو يعني مفروض الاتحاد الكرة ده وفقا ليه رأي كلاتنبرج انه هو يرد بالنيابة عنه بس في اتحاد الكرة تجاهله تمام سالسا كلاتنبرج علم من بعض المقربين منه الاتحاد الكرة بيمر بأزمة مالية وهيفوضه خلال ايام علشان حصوله على الراتب بتاعه اللي احنا قلنا بالدولار بس بالجنيه المصري يقبض الراتب بتاعه بالجنيه المصري عرف الكلام ده بالاضافة للازمات بالاضافة للغضب قرر انه هو يقفر التلفون بتاعه وانه هو فجأة يعلن الاستقالة طبعا ما يردش على اي من الاتصالات من اتحاد الكرة ويفوض وكيله علشان هو يتواصل معهم وينهي الامر مع تقديم استقالته بشكل رسمي